بشوف ان هم ادفعهم في مشاكل عشان كده كابتن طريق العشر بيلعب به 3 وارا بيلعب بليبرو بيحاول يغطي على المشاكل الدفاعية الكتيرة اللي عنده يمكن هم عندهم بعض المميزات قدام ولكن على المستوى الدفاعي اعتقد ان شاء الله سهل ان انت تكسبهم من خلال الاخطاء الموجودة في خط الدفاع لو استعرضنا بقى الاركام بتاعت اللي هي خط الدفاع اللي بيكلم حداك عليها هنبص نلاقي زي ما قلت حداك فيه 3 انواع من التمريرات في التمرير القصيرة اللي هي في 10 متر ده برضو ده الرسم الحراري بتاعهم اللي هم بيلعبه 4 4 2 ده برضو سوري 5 3 2 هم اللون الاحمر هم اللون الاحمر ونادي الزمالك كان اللون الابيض هو بيعتمدوا بشكل كبير انه هو فيه كسافة ده ده مهند لاشين زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه ده لو جينا بصينا هنا اه 22 اه 22 ده مهند لاشين و19 ده اللي هو فرانكو انجونجا اللي هو احمد سمير سوري واللي بيغطيهم فرانكو انجونجا هو الوحيد اللي بيبقى واقف فرانكو انجونجا ومهند لاشين واحمد سمير بيزيد واللي اتنين قدام فدي زي ما حضرتك قلت في التحول الهجومي ده الشكل الهجومي بتاعهم اللي هو تلاتة او تلاتة مثلا ادي خمسة اتنين بالزبط الصورة اللي بعد كده برضو هنبص نستعرض اللي هو التلاتة بتوع خط الدفاع ازاي هم بيحضروا الهجم هو اسلوب لعبه كله مباشر هو مش كورتو كانت انطريع العشري مش بيلعب الكرة اللي هي الجميلة الكرة الحلوة بيعمل كده مع كل الفرق كل الفرق اللي بيمسكها ففي بعض الفرق بتنجح معاه اسلوب اللعب ده اللي هو ان انا بلعب باسلوب دفاعي بالذات مع طلائع الجيش وحرص الحدود لانهم فرق دفاعية نوعا ما اما بعض الفرق ما بتنجحش معاها زي ما سالنادي المصر ما كان مسكهم متعود يلعب كرة متعود يلعب كرة فنجح معهم مسلا كابتن علي مهن لو بصينا بقى على أرقام السلسة الدفاعي هنلاقي في مقارنة كده أو جدول للأرقام الدفاعي هنبص نلاقي أن التمرير المتوسطة هادي أول حاجة دول دول اتنين أحمد علاء وخالد سطوحي بص التلات أنواع من التمريرات اللي بكام حدك عليها القسيرة اللي هي عشان الناس تكون فاهم 10 متر 10 متر المتوسطة من 10 ل40 أكتر من 40 الطويلة طب إيه الرقم اللي أكتر عندهم التمريرات المتوسطة اللي هي من 10 ل40 متر اللي هي لغاية مثلا نص اللي هي الدايرة لو 40 متر لو السردباك استلم من على منطقة التمنتاشر وعدت 40 متر بقيت في التلت الهجومي بتاع الفرق أو التلت الدفاعي بتاع نادي الأهلي فدي بتأكد برضو أكتر حاجة هم بيلعبوش تمريرات القسيرة وقال إيه لا خالص مبيلعبوش كرة على الأرض اللي هو بباسي زي لعب النادي الأهلي بباسي عندهم لعب موسيماني اللي هو التيكي طاقة بتاع النادي الأهلي لا ده مش موجود خالص عن طلاق الجيش إن أنا بلعب التمرير الطولي وبحاول إن أنا أعتمد عمري جمال هو اللي يجيبها أو ناصر منسي فدي إنت سهل إن أنت تاخد منهم الكرة التانية طب أعسألك سؤال يا دكتور أحمد أحمد علاء أنا شايف إن كمان كورته أحسن كورته أحسن وبيوصل تمريرات طويلة بشكل كبير ده ناحية ناحية مين أحمد علاء ناحية اليمين بتاعهم اليمين بتاعهم ناحية معلول لو بصنا برضو على الأرقام التالت بتاعهم اللي هو علي الفيل هنبص برضو نلاقي على إن هو برضو التمريرات المتوسطة بتاعته كتير قوي يعني ده بيأكد برضو إن هم بيلعبوا أسلوب اللعب المباشر 19 كتير قوي 19 كتير جدا والتمريرات الطولية 6 والتمريرات القسيرة 2 ده بيأكد إيه؟ بيأكد برضو إن هم بيلعبوا كل أسلوب لعبهم تحديدا على أسلوب اللعب المباشر اللي هو أنا بحضر الهجمة من تحت وبعتمد على ناصر مانسي وعمر جمال فانت مهم ان انت حاجتين يا ياسر ابراهيم وايمن اشرف يخلي بالهم ومحمد هاني مع ناصر مانسي وعمر جمال اننا ما خلوهش يفوز بالالتحان معايا وكذلك عمر السلية وحمد فتحي لما يبدأوا في الارتكاز يخلي بالهم من الكرة التانية عشان امنع طلاق الجيش خالص ان هو يبني الهجم والجزء التاني كمان يا دكتور ان لو في حالة مثلا محمد هاني او كرة ملعوب مثلا لياسر ابراهيم كرة عالية لازم يكون كفرين كويس من السلد باك التاني او الباك اللي نحيطه يعني لو كرة عند ياسر ابراهيم وياسر ابراهيم هو اللي طالع بالكرة بيبقى عندنا ثلاث حاجات الحاجة الاولانية كفرينج محمد هاني وايمن اشرف والجزء الهم كمان ان عمر السلية او حمد فتحي يكون ياخد هو الكرة التانية يعني ساعاته وكابتن طريق بيعتمد على انه الكرة التانية فخلاص هو وصل للتلت الهجومي ويبدأ يشتغل الجزء الهجومي